نعم أستطيع نعم أستطيع أن يتكلم عن مواضيع مهمة يتكلم عن إفادات للناس وكابسولات يومية بعنوان كابسولات الجوكر النهاردة الجوكر هيتكلم عن كام نقطة مهمة جدا 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 أولهم السجاير هعمل مبادرة اسمها اكسر سجارة يعني اكسر سجارة اكسر سجارة معناها أني بقولك لو سمحت يا مدخن ياللي بتدخن قولي النهاردة أنا بدخن علبة السجار في اليوم يعني 20 سجارة يومية حلو أعمل إيه النهاردة هاخد سجارة منهم أكسرها ورميها وأقول دي لله لله آه يا رب بدي سجارة وبرميها ليك عشان تغفلي وترحمني وتحاول تساعدني من اللي أنا فيه اكسر سجارة ربنا اكسرها وأقول دي لله ده النهاردة واشرب التسعتاشر سجارة زي أنا بتشربهم كل يوم بكرة إن شاء الله لحد اكسر سجارتين وأقول دولة لله لله آه واشرب التمنتاشر سجارة كل يوم هتزود العدد اكسر سجارة أقول لله بعمل لله دايما لله فلوس بتدهل الفقرة فلوس بتدهل الغلابة ولكن باكسر سجارة وبقول لله سجارة لله عنوان هاشتاجي النهاردة اكسر سجارة لله عنوان هاشتاجي النهاردة في خلال عشرين يوم من تاريخه هتكون تصدقت وتبرعت وقربت من ربنا بشيء كان الأصعب عليك وصدقني كل ما تدي ربنا هيديك واوعدك وعد صريح لو عملت ده بنية صفية هتسيب السجارة في خلال عشرين يوم لأنك وهابتها لله وصنعتها لله وصنيعك وشغلك لله اكسر سجارة لله اكسر سجارة لله وده أول هاشتاج ليه النهاردة اكسر سجارة ربنا أو لله يا رب سجارة معرفش الناس هتشوفها ازاي ولكن فكرة مبتكرة من ابتكارات الجوكر وأتمنى الناس تنفزها النهاردة هاشتاج رقوم اتنين بقول السجارة برضو السجارة اه طبعا السجارة النهاردة انا مش سيسيبكم ياللي بتدخنوا ياللي بتدخنوا مش سيسيبكم في حالكم النهاردة رقم اتنين السجار هي السجار حرام ولا حلال ما قدرش اقول عارفين زمان لما قالوا لو الحشيش حلال قدينة بنشرابه ولو حرام قدينة بنحرقه النهاردة بتكلم على شيء تاني خالص هل السجار حرام ولا حلال من وجهة نظر الجوكر وبرنامج نعم استطيع السجاير وشربها عناد للرب عناد للرب ازاي يا جوكر اقولك يا سيب الفكرة كلها ببساطة انك انت لما بتشرب سجاير بتقول اهو انا بشرب يا رب مش هتقرف تعمل لي حاجة يا رب ولا يحصل لي حاجة يا رب ده اللي بتشرب سجاير ازاي ده يا عم وليد هقولك ازاي فيه واحد فينا يا جماعة نازل من بطن امه قعيد على كرسي بعجل قعيد على كرسي بعجل بينامع السرير مش قادر يعني يتحرك ولا يروح ولا ييجي صح اه بيقول يا رب يا رب يا رب نفس امشي يا رب نفس اتحرك يا رب حتى لو متر يا رب صح صح وعلى النقود تماما فيه واحد تاني صحيح البدن قوي البدن عنده صحة جبارة وماسك سجارة وبيقول امرضني يا رب قعدني على كرسي بعجل يا رب نيمني في مستشفى السرطان يا رب نفس اروح مستشفى الصدر يا رب وشتانا شتانا ما بين هذا وزاك واحد بيتمنى يمشي لحظة ويقف على الرجل لحظة وواحد تاني بيدعو ربنا يقعد على كرسي بعجل ويقعد في مستشفى السرطان اخر ايامه ده عناده للرب ده اللي بيشرب سجاير وبيقول ولا فرق معايا مع ان مكتوب على العلبة التدخيل يدمر الصحة يدمر الصحة ورسم الرسم الرئة يا جماعة تخوف وتموت ومع ذلك الانسان البشري لا يعقل هذه الصورة ولا هذه النصيحة وبيشرب بيشرب عارفين لو حطنا على السجاير هتموتك بعد دي ما حدش هقرب له صح صح تاني هو بقول السجاير هي عناد للرب احذروا غضب الرب هو كفر بالصحة احذروا غضب الرب هو عناد للرب احذروا غضب الرب اللهم بلغت اللهم فاشهد دي التانية التالتة بقى عايزة اعمل هاشتاج جديد اسمه بحبك يا رب بحبك يا رب اه بحبك يا رب دايما الحب من حبيب لحبيبة او من ابن لابوه او من اب البنته او من زوج لزوجته ولكن النهاردة هاشتاجي بحبك يا رب صح من نومي بقولي مراتي بحبك صح اصحى من نوم وقول بحبك يا رب بحبك يا رب زعلت واحد صاحبك النهاردة ودايقك وشتمك بدلا ما تشتمه قوله وبصله ويدحك بحبك يا رب هي دعوة للتسامح بكلمة طيبة بحبك يا رب تفرق كتير تفرق كتير القرب من ربنا مهم جدا بس تفتكره ألا بذكر الله تطمئنه القلوب انا كل دوري بس ان انا عايز اقربك من ربنا وفكرك بيه هو ده الهدف مش اكتر ده الهدف مش اكتر طيب بحبك يا رب دي مش هننساها عادي جدا جدا قولوها دايما ساعة الغضب او ساعة الرضا او ساعة الحب او اي ساعة اقول بحبك يا رب ده هشتاجي النهاردة الثالث اللي بقول فيه بحبك يا رب اللي هشتاجي الرابع كلم ابوك او امك اتصل بابوك او امك راعي ابوك او امك اللي هو ازاي يا فانديم فيه ناس كتير قوي يا جماعة الدنيا واخداهم ناسين ابوهم وامهم شغال في شغل في شرم الشيخ شغال في القاهرة شغال في اي مكان يوم ورا يوم الشغل واخده ونسي يكلم امه اتجوزت وخلفت لعائل واخداني ونسيت اكلم امي شغلي وحياتي رايحة وجاية ونسيت اكلم امي لو امك ماتت فجأة هتدوه الامرين لو امك ماتت فجأة هتعاية تعيات شديد لو امك راحت فجأة هتندم ندم هو الاعظم في الحياة امك ثم امك ثم امك ثم ابوك اللي عايز اقوله لك امك رايها وكلمها وقرب منها حتى لو مزعلاك حتى لو قيت لك ما تروحش المكان الفلاني حتى لو بتحاول تقصبني على عروسة حتى لو حاول تقصبني على عريس حتى وحتى وحتى الام والاب هم النعمة التي لم ولن تكرر ابدا في الحياة الاب والام نعمة لم ولن تكرر ابدا في الحياة طيب عايز اقول ايه رسالة لكل حد اوه امسك السماعة النهاردة اقول انا هتصل بامي اقول انا اسف يا امي او وحشتيني يا امي او كل سنة وانت طيب يا امي بس صداها على امك كبير جدا 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 لو تحسوا بيها والله تاني يا جماعة بقول امك ثم امك ثم امك ثم ابوك طيب ده هشتاجي النهاردة رقم 3 هشتاجي رقم 4 العمل العام التطوعي يعني ايه العمل العام التطوعي هو انت بشتغل تطوعي يا عام اشتغل تطوعي ليه هو حدي بيديني حاجة هو أنا ملاقى اصلا شغل اكل يا عام اشتغل لربنا ربنا بيقول ان لله عبادا ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم للخير وحبب الخير اليهم انهم الامنون من عذاب الله يوم القيامة ايه وهم دولة هم دولة اللي بيشتغلوا لربنا هم دولة اللي بيشتغلوا لربنا اعمل واكتهد لربنا طب اعمل ده ازاي اقوله كاسيف الشغل لربنا اربع حاجات اما بفلوسي واحد عنده فلوس كتيرة فبيتبرع لله جميل ده واحد طب البنت دي ما عندهش فلوس تعمل ايه والله افكر في فكرة واده لحد ينفذها يبقى واحد بفلوسي اتنين بفكرتي طب انا ما عندهش فكرة نفذها اعمل ايه ممكن اكتهد بجهدي وفي جسمي وانفذ فكرة الواحد يعني اروح اشتري في جماعية خيرية بجسمي يبقى رايح لهم بجسمي او بفلوسي او بفكرتي ما عندش لجهد ولا فلوس ولا فكرة كده ما ضعت لا ما ضعتش طبعا كده عندي حاجة رابعة اللي هي ايه بقى اشير لفكرة اعمل شير على الفيسبوك عجبني فكرة كويسة اقول النهاردة اعملها شير مشاركة فبالتالي يعوم الخير ده انواع العمل التطوعي الاربعة اللي بقول دايما عليهم اعمل واشتغل وروح وتعالى انا عايز اطلع دلوقتي فاصل صغير قوي قوي صغير فاصل اعلاني بسيط وارجع لكم تابعوني عشان اكمل معاكم كابسولات الجوكر فاصل قصير ثم اعود اليكم كونوا معنا موسيقى كايس لو كنت سبتني لي مكنش هيبعد عني قلت انا سداتك انا عمل ايه اتركنا ويبت ظلم دلوقتي عناي ابدأ علي واحكيت معاك انا نسيتك كايس لو كنت سبتني لي مكنش هيبعد عني قلت انا سداتك انا عمل ايه اتركنا ويبت ظلم دلوقتي عناي ابدأ بكى علي واحكيت معاك انا نسيتك بعضك مش فريق ويايا انا عشت معاك احلى حكاية ادمان علي ولسه انا مندم بس بحب كبير جوايا مش هقدر اسمح يوم نفسي ولا ينفع عيش وانا مش ويا وانا مش ويا موسيقى 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 عودة بعد الفاصل عايز اقولكم ان انا اطلع التفاصل صغير عشان ارجع اكمل حتة مهمة قوي انا نهاردة اشتغلت لكم كابسولات مهمة قوي عن اه الاب والام وعن الرب وعن السجائر ودي كانت اهم حاجة النهاردة السجائر طيب عايز اقول حاجة تاني يبقى مهمة قوي هتكلم دلوقتي عن برنامج نعم استطيع وعندي صورة مهمة قوي لإعلام برنامج نعم استطيع ايه هو برنامج نعم استطيع هو عبارة عن حاجة تيه النهاردة الحلقة يا جماعة رقم 231 في البرنامج وده ما بيحصلش كتير في برامج تلفزيونية النهاردة 231 حلقة من برنامج بدأ يوم 4 يناير 2020 ومستمر لحد 1000 حلقة بإذن الله بدأتوا فكرة مميزة قوي الفكرة هي ايه عبارة عن تجهيز اعلاميين جدد يعني ايه اعلاميين جدد اشخاص نفسها تبقى موسيقى شخص جديد دخل اعلام او مدخلش نفسه يحقق ويقول انا عايز اكون موزيع حلو؟ طيب بيعمل ايه؟ باخدوا ادربوا عملي مش نظري مش فاة اكاديمية باضربوا عملي هنا معايا في البرنامج بأهله كويس جدا بجيبوا مرة واثنين وثلاثة يشوف الكواليس من جوه الستوديو يشوف زي مالو بطلعوا هوا ازاي ويشوف ويشوف طيب بعد كده بنزله اربع او خمس حلقات هوا على الشاشة تحت قيطي وتدريبي واشرافي خطوة بخطوة اعداد وتدريب وتأهيل وتسويق لحد ما يحس انه بقى كويس قوي وايف على رجله ينفصل عني ببرنامج مستقل ويبدأ يخود تجربته الاعلامية الاول ده اول حاجة من برنامج نعم استطيع حاجة رقم اثنين برنامجنا بيستقبل المواهب المبادرات الافكار المشروعات اي شيء يخص البلد ايجابي ويعمل اثر ايجابي انا اللي بعرضه في برنامج هذا عن سواء طريق الموزيئين الجدد او الموزيئين القدامى اللي حاطتهم في وسط الجدد عشان نعمل توليفة ممتازة لبرنامج مهم واهم هو نعم استطيع نعم استطيع مش مجرد جملة بتتقال نعم استطيع اقوال تليها افعال طيب الحاجة التانية فيه صورة تانية لمرشح مجلس شعب او مجلس نواب عشرين عشرين عن مركز ومدينة زفتة هو المهندس وليد شعلان المرشح لانتخابات البرلمان عشرين عشرين عن دائرة مركز ومدينة زفتة مين هو وليد شعلان؟ هو شاب بسيط جدا 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 من قرية ريفية اسمها قرية سيمبول كبرى مركز زفتة محافظة الغربية موليد عشر ستة الف تسعمية واحد وتمانين حاصل على بكارينيوس تعدين هندسة التعدين والبترول جامعة الازهر الفين واربعا عاملا مجال التعدين والبترول لعدة سنوات ودخل بعد كده فيه كمحاضر تنمية بشرية عن طريق مشروع جبار سماه اعداد القادة والكوادر ثم بعدها اتجل لمجال اعلام وقدم حوالي 198 حلقة في التلفزيون عن طريق حداشر برنامج تلفزيوني على التوالي في خلال سنة بعدها انتج برنامج نعم استطيع وهو نفورة من المزيعين وصلت لخمسة وستين مزيع خرجوا من تحت ايده الفترة اللي فات حاليا دلوقتي خد الخطوة الايجابية واستخرب بنا وكرر يخوض انتخابات مجلس النواب عشرين عشرين عن دائرة مركز ومدينة زفتة ويتشعلان هو شخص ابدع في شيء مميز اوي عمل لزفتة ممبر اعلامي وعمل برنامج سماه جمهورية زفتة اول مرة مركز او مدينة صغيرة في محافظة نائية يتعمل لها برنامج تلفزيوني ده شيء جديد على فكرة ويتشعلان برز للمجتمع اشياء عديدة من داخل زفتة ومشاكلها وحاجات كثيرة اوي واعلن عن نفسه مرشح شبابي حر صوت طليق حر شبابي نفسه يغير ويطور ويعمل شيء الاهل بلده ويتشعلان اطلق نفسه على الساحة وقال انا انسان اذا انا ايجابي تفاقلوا بالله خيرا تفاقلوا بالخير تجدوا اعتقدت جوكر كده حلقته الرابط تنتهي عايز اشكر النهاردة زميلة الجميلة سلمة العمري هي من مدينة طنطة تانية كليد حاسبات معلومات هي النهاردة بتقوم بدور الجوكر هي النهاردة الجوكر اللي معاكم بتحركوا وبتشتغل معاه وبتعمل شغلي كويس قوي شكرا لك يا سلمة شرفتيه ونورتيه النهاردة وقريبا معايا اعلامية ببرنامج نعم استطيع دلوقتي هخرج فاصل صغير اوي وهرجع واسبكم مع زميلة الجميلة الجديدة في المجال والوجه الاعلامي الجديد يومنا يومنا بنت مدينة طنطة مدينة لزيزة اوي ان شاء الله تدخل مجال الاعلام عن طريق الفاشن والموضة ونصيح البنات ان شاء الله تستنتعوا معها في فقرة مميزة جدا جدا فاصل قصير ثم نعود اليكم كونوا معنا اشتركوا في القناة